ولا بعث سلامي على جناح طير من خلال هذا الفاصل الموسيقي وشهدنا رعد الرقاة في هذه الصباحات التطوعية في هذه الصباحات المشرقة البناءة أعزائنا كما ذكرنا في بداية حلقتنا موضوع على غاية من الأهمية لرفع الوعي وكيف نتعامل والمفاهيم وهذا من باب عنصر التشويق التنمر في العمل أو التنمر الوظيفي اعتدنا أن نسمع أن التنمر فقط ينسحب على فئات عمرية مختلفة تحديدا في الدراسة الجامعية في الدراسة منهم على مقاعد الدراسة أو بفترات مختلفة سنيا تحديدا لكن إن تحدثنا عن واقع العمل والوظيفة أيضا هناك تنمر بأشكال وأساليب وممارسات مختلفة ومتنوعة إذن كانت هذه الأسئلة إلى ضيفة الكريمة هو بالعنوان العام سالي أبو علي متخصصة وخبيرة في الموارد البشرية أصعد الله صباحك كل خير أهلا بك شكرا لك بشحيم شو أخبارك اليوم الحمد لله رب العالمين شكرا كثير أن نصلت الضوء على اليوم على تنمر في بيئة العمل وكوني أنا ناشطة في هذا الموضوع وقت زايد التنمر في بيئة العمل مشكور تلفزيون الأردني أنه يصلت الضوء ونواعي هالناس شو هو التنمر في بيئة العمل أنا تحدثت في المقدمة الآن عن عنوان هذه الفقرة وأسئلة متعددة لكن قبل أن نذهب إلى التفاصيل الأشكال الأساليب الممارسات السلوكيات وألية التعامل وألية التصرف الإيجابي تحديدا مفهوم التنمر في بيئة العمل أو التنمر الوظيفي إن صح القول هو ميول أفراد أو جماعات لسلوك عدواني اتجاه فرد أو جماعات يعني ممكن يكون تنمر موظف على مدير أو مدير على موظف أو العكس مجموعة من الموظفين على مدير أو العكس المدير على مجموعة من الموظفين فهو سلوك عدواني وإله أشكال تنمر لفظي جسدي ونفسي بنفس الوقت هو إله أشكال يعني اللفظي بيكون السباب والشتائم النفسي هي الاستهزاء مثلا الجسد الضرب وللأسف وللأسف هي حالة متقدمة وشاهدنا ممارسات وستمعنا إلى ممارسات بهذا الأسباب التي تؤدي إلى موضوع التنمر في بيئة العمل أو التنمر الوظيفي لا يوجد شيء دون سبب لكل فعل ردة فعل بالنهاية تحدثنا بهذا التوازن تحديدا الأسباب التي تؤدي إلى التنمر من وإلى بغض النظرة هل كان مسؤول هل كان موظف أو العكس طبعا أول شيء دائما في أي مشكلة بتظهر دائما في عندك هو غياب السلطة والرقابة وقصور التشريع لما يكون غايبين تظهر المشكلات شغلة الثانية عدم وعي أصحاب العمل بأهمية وخطورة هذا الشيء عدم وعي العامل بحقوقه وكيفية التصرف وغياب دور ودرة الموارد البشرية اللي هي بتعمل السياسات والإجراءات لحماية العاملين في المؤسسة وتوعيتهم بأن هذا التصرف يؤدي إلى 1-2-3 من المشاكل فهي عملية متكاملة منها الدولة منها صاحب المنشأة أو صاحب العمل ورأس المال منها العامل لازم يكون واعي ويمكن توعيته بالمجتمع وفي العمل لأنه إحنا إذا مش هم تطلع تلاقي كثير من الممارسات يمكن إحنا نعتبرها طبيعية لكن هي تنمر نعم صحيح لأنه مجتمعنا بتداولها نظرنا بشكل دقيق لكن للمعني بهذا الشأن تحديدا ممكن أنه يوصفها لأنه بشاهد من الخارج قد تكون نظرته أبعد بالضبط من ذلك ويمتلك هذا البور بالضبط وفي أحيانا شغلات إحنا بيخدوها الموظفين كل يوم بتصير بيخدوها عادي فجأة بتقوم لإيامة طب ما هو دائما بيقولك ما نحن دائما نحكي هيك بس هي بتصير تراكم وعدب وقيام التوحي الآن كل هذه الضغوطات كيف يمكن أن يتم التعامل معها من قبل الفرد الموظف أو المسؤول نتحدثنا عن بيئة العمل وهنا أتحدث عن القطاعين العام والخاص وأعتقد أنه ما فيه فرق الآن تحدثنا عن بعض الممارسة هو طبعا يمكن يكون موجود في القطاع العام والقطاع الخاص لكن الخاص بيضل خايف إذا حكى ينفصل القطاع العام فيه له كتير إجراءات وفيه تحقيق إذا حكى إذا حكى هذا قد يكون سؤال الآن بعد حديثنا طبعا الموظف اللي بيكون واعي وعارف أنه اللي عم بيصير معه هو تنمر أول شيء بده يحاول يقول للشخص وقف لو سمحت ما يرد الإساءة بالإساءة مش زي ما منقول لا تقلب الحق عليك أي تعدي بيصير عليه لازم يؤدي بشك وقف وقف عندك هنا وقف يكتب كل محادثة بتصير معه من هذا الشخص يكتبها يدونها بالتاريخ بالساعة زي ما قلت لك يحشد شهود شهود عارف أنه هم أشخاص عندهم أخلاق يعني إن جبتهم رح يحكي الحقيقة مش رح يكون خايف بعدها تطلع إذا كانت نمر من زميل لمديرك مديرك ما تصرف لازم تطلع لإدارة الموارد البشرية لتحقق في هذا الموضوع بهذا الوقت كمان لازم الشركة كإدارة موارد بشرية تكون عاملة سياسات والشركة ما تتهاون بالعقوبات ضد المتنمرين لأنه زي ما حكيت لك هي مثل قنبلة موقوتة وإذا انفجرت انفجارها بيؤدي لكثير مشاكل إذا زي ما حكينا كثير من الجرائم اللي صارت يقول لك المجرم يقول لك أنه كان يستهزئ فيه كان يقلل من قيمتي طب وين الشركة كانت عن هذه المشكلة؟ ليش موظف ما توجه للإدارة العامة للمدير العام أو للمدير موارد البشرية؟ سؤال مهم قد يتبادر لدى سادة المشاهدين الآن إن وثق كما تفضلت كتابة ورفع هذه الأشكوى للإدارة المختصة ولم يتم التعامل معها على محمل من الجد وتكررت هذه الضغوطات ما بدي أذهب إلى بعد مختلف أن يكون هناك شيء على سبيل المثال مبرمج كما يتحدث البعض لأنه ممكن قد يدخل في هذا الشيء كيف يتعامل هذا الشخص الذي تعرض للتنمر المستمر؟ وأعتقد أنه جانب الاحترام والإنسانية يجب أن يكون عابرا للأشخاص باختلاف المهن وباختلاف أيضا الوظائف المتعددة إن فقدنا الإنسانية أو الاحترام والإنسانية هي تشمل كل ما نتحدث عنه أعتقد أنه إحنا أمام مأزق كبير طبعا هلأ بقدر يتوجه لوزارة العمل ولازم يكون فيه دور لوزارة العمل بهذا الموضوع طبعا فيه قضايا موظفين تركوا وأخذوا فصل تعسفي وبنفس وقت تم محاكمة أو رفع قضية ضد الشخص المتنمر في الشركة لأنه مجمع شهود مجمع حالات والشركة لم تتخذ أي إجراء مع هذا الشخص المتنمر فكان استحق العامل فصل تعسفي لأنه هذا بيؤدي ل... يعني هذه كلها ممارسات لضغط العامل إما أنه يترك أو يتأزى ومثل ما حكيت لك في كتير أساليب منها مثلا بوقفوا الإيميل عن الموظف وهو على رأس عمله هذه طريق التنمر مثلا لما بيعطوا مشحم إجازة بس ما بيعطوا سالي إجازة هذه نوع من أنواع التنمر لما المدير العام بيجتمع بالمدرة وبيقول لهم اليوم نروح سالي ما بدنا نعطيها بدل فصلها التعسفي فأنا كمدير عام شجعت مجموعة من الأشخاص أنهم يتنمروا بكل... سمحت أعطيتهم كل الصلاحيات يستخدموا أساليب يقولوا لها التطفيش لكن هي تنمر اتجاه هذا الموظف أنت عارف شويا لما الموظف يقعد في شركة ومجموعة كاملة عم تتنمر عليه منه اللي يعطي أعباء عمل مش شغله منه مين يوقف له شغله يعني يعطل أنه مسيرة عمله عرقيل مين هينو مين يطلع عليه النظرة العدوانية أو اللي تعتبر بقولها تحقيرية أديشها مؤلمة لما يجمعوا لكل ما تحكوا معه لما يستثنوا عن الاجتماعات هذه كلها يعتبر ضغوط نفسية شو برضي يكون ناتجها من المسؤول هنا؟ مسؤول طبعا الإدارة العليا اللي سمحت في أنه يصير هايك حدث عندها لضبط إيقاع هذه الممارسات تحديدا أعتقد الطرفين يجب أن يتعاملوا بذكاء ومرونة وبأخلاق عالية لكن عرجتي على قصة كثير مهمة أنه في العديد من الضغوطات وللأسف إحنا استمعنا وكان هذا حاصل أدت إلى ممارسات وإلى ارتكاب جرائم تحديدا وهنا إحنا بنروح للبعد النفسي التوازن النفسي أستاذ سالي كيف يمكن أن يكون هناك توافق بالتوازن النفسي في ظل ضغوطات عديدة في بيئة العمل شوف مش حم لازم الموظف لما أشعر حالي أني أنا في هيك بيئة أولا لازم أتواصل مع شخص أنا بوسق فيه أني أحكي له مش غلط أني أروح على استشاري نفسي يساعدني كيف أني بتعرف هلأ صعب لكل واحد يقولك ما في شغل ما في شغل وين بدي أترك وين بدي أستقيل يبحث عن عمل جديد يبحث عن خيارات جديدة لكن بالاستشارة الطبيب النفسي أو الأخصائي رح يعطيه تمارين وأسليب كيف يخفف من هذا الضغط لحتى ما يولد زي ما نقول الانفجار ما يعمل جريمة ما يضرب يعني ممكن ما يضربه الشخص بس يقوم لفظيا يقوم هداك ينجم عليه بده لكل فعل في ردة فعل فبيصفي من الغلطان الشخص المظلوم فلازم يستشير لازم يطلع الضغط هذا الداخلي لشخص يثق فيه يجب أن يبحث عن فرصة عمل أخرى جميل وممكن أن يحدث مع المتنمر جميل إذن هذه الخيارات المتاحة لدى الشخص الذي تعرض للتنمر بغض النظر عن التراتبية الوظيفية سواء كان موظف أو عامل أو مسؤول أو مدير أو ما يعلو رسائل ونصائح لمن يشاهدنا الآن عبر شاشة التلفزيون الأردني لإيجاد حالة من التوازن النفسي حقيقة في ظل تحديات عديدة في ظل ضغوطات عديدة وأي بيئة عمل لا تخلو من بعض الممارسات الموجودة وأعتقد أنه هذا موجود لكن كيف ممكن إحنا نتجاوز هذه التحديات والضغوطات من خلال الرسائل لديك طبعا أول رسالة الأولى هي لوزير العمل ووزارة العمل نعم يريد تشتغلوا على هذا الموضوع من ناحية التوجيه والتوعية من خلال الإعلام وخطورة هذا الموضوع في بيئة العمل رسالة الثانية لأصحاب العمل فيها راس مال وراس مال فكري اللي هم الأشخاص اللي احنا جبناهم ونحن مؤتمنون فلازم ما يتهاونوا ولا يتساهلوا بالقوانين الداخلية والعقوبات الموارد البشرية دائما تكون بين الموظفين يستشعروا في مشكلة حاولوا يدوروا وراها ويحلوها سياسة الباب المفتوح الإدارة العليا والموارد البشرية لازم بابها يكون مفتوح وتسمع للموظفين والموظف زي ما أنا حكيت يحاول أنه يستشير حدا خارج وأنه يشوف إذا حس ضغط أكتر استشاري نفسي ويبحث عن عمل آخر في حال الشركة لم تسمع لشكوى وتحل المشكلة جميل وأعتقد أنها خيارات متاحة وتستدعي التروي قبل اتخاذ أي ردة فعل مقابلة للتنمر في بيئة العمل أنا بدي أشكرك وقد يكون للحديث بقية للقادم من الأيام أقول وداعا لابل لقاء للقادم من إضاءات صباحية توعوية وتحديدا في هذه المواضيع المجتمعية المتخصصة والخبيرة في الموارد البشرية الأستاذة سالي صباحك سعيد شرفتنا بقدومك الأستاذة سالي أبو علي دائما حاضرة بهذه المادة التوعوية وعبر برنامج يوم جديد وشاشة الوطن الأولى التلفزيون الأردني